السلام عليكم معكم ابن العاصمة رانا 6 ديسمبر 2019 اليوم كامل شفنا يعني في العاصمة ولا في مسجد من مساجد العاصمة صارت واحد الفتنة كبيرة وفتنة خاطيرة اللي هي في مسجد التقوى اللي يقع في باب الواد كيمكي طاني يعني رانا شفنا الموصلين كيفاش خرجوا على الخاطيب ولا على الإمام يعني خرجوا عليه وكيفاش يعني بدأوا يضاربوا داخل المسجد ويدلوا في الفوضى داخل النسجد وخارج المسجد وهذا شي خاطير خاطير وما يجوش شرعاً المسجد عنده الحرمة تاعه وهذا اللي خرجوا يعني على الإمام لحجة تاعهم قال لك ما نعرف وش تكلم والله أعلم أنا ما كنتش حاضر يعني في المسجد وما على باليش بيش تكلم الموهم مش يحجة وحجتهم ضعيفة يعني يتكلم وش يتكلم وش يتكلم والخاطيب ما شاء الله يعني ناس تقوى الله وتعاقيدة وتع توحيد وسلفية ما شاء الله وتع تربية وأخلاق ولكن رغنا شفنا الموصلين يعني كيفاش ما احترموش المسجد كيفاش يحترموا إمام يعني حجة تاعهم باطلة المهم يا خوتي بصح هذا الأمر اللي يصير اليوم في المسجد يعني نفكر في واحد الحديد تاراسعول عليه الصلاة والسلام ولا أحاديد كثيرة يعني وهذه الأحاديد أنا كنت نقرأها يعني وما نخبيش عليكم ما كنت نصدق هذه الأحاديد كنت نحسب هكذا كبرك يعني موضوعة برك كنت نجوز عليها يعني طريق هكذا كنقرأها وعندها بزاف من اللي قريدها أنا كنت كلمت في واحد الفيديو على فتنة المغرب الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم على فتنة المenkoник وفتنة المغرب صح فت أنه مغربي مرتض في الحديد كالموس تتكلم على الفتنة المبة و 1930 و Σ، ليزا من الوقت للمسلمين يعني المسلمين يعني يقتلوا بعضهم بالصح العلماء شرحوا هذه الفتنة تقتل في بعضها مثل الشيعة والسنة وشو صاري في الشرق الأوسط بالصح لفتنة المغرب الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يفعلوا يتقاتلوا بالصح ليس طواف يصيبهم الجنون هنا سمعوا مليح خاوتي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبهم الجنون العلماء يبدوا يشرحوا في هذه الكلمة الجنون نحن نسمعوا الجنون ونقولو لهبال كما نقولو هذه الأسividades مسنوعة الآن العلماء استدلب واحد القصة رسول على السلام الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلوا جالس مع الصحابة رد يا الله عنهم وجاز عليهم وحد الإنسان هذا الإنسان مهبول كما نقولو نحن أعدوا السنة عن أساس neuroscience قال لهم ذلك الإنسان م structure قالوا ليه مجنون قال لهم لا 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 تقولوا مجنون قولوا مصاب قال لهم المجنون الذي يعصي الله هذه النقطة المهمة في كلمة مجنون يعني الرسول عليه السلام ربط هذه المصطلح لهذه الكلمة مجنون بالعاصي يعني لي يعصي الله والمجنون وإحنا رأينا نشوفه وصرا اليوم وصرا خطرا لي فتت في مسجد الرحمة في ميسوني يعني تقدر تقوله جنون يعني وش داره اليوم جنون تعالصح خوتي وحنا ما بقى ناش على الانتخابات يعني بقى لهذا النهار الخميس ان شاء الله ورانا نشوفه يعني سبحان الله كيفاش رهدو ما رهم لك هيجين ويعني ما عندهم حتى البادل حتى كنسألوهم وقولهم يا سيدي ما ندرواش انتخابات وش نديروه ما يعرفوش حتى بش يجاوبونا يا خوتي هذي الناس سبحان الله يعني لو كان يكون حديثة رسول عليه السلام يعني صح صح رهم لك مجنونين رهم غمضين شو رهم سكرانين وكما رأنا نشوفه خوتي في الحارك يعني ما نكتبوش على بعضنا كي الناس مصليحين كي الناس مسلمين كي الناس كما نقوله ملتازين بسحهم يخرجوا مع العلمانيين ويخرجوا مع الفوساق وش روصار الله أعلم والأمر هذا خاطير خوتي الناس راه يطبع بصدرها وراه يعني تاخذ في البلاد كومبلي للفوضى وما مش جايبين أخبر وانا نقول للناس هادو اتاقوا الله في بلادكم اتاقوا الله في بلادكم احنا يا ناس ما رعدناش مشكل مع بعضنا احنا عدنا مشكل عالمي مشكل دولي يا ناس العلم هو يتكالب علينا العلم هو يقابر فينا او يقابر في السوق وتعنا او يقابر في الضعف بتاعنا او يستنا فينا غير وقتاش وقتاش نفش له هذا وش هو يستنا باش يولي يقوصي بينا باش يولي يمص فينا يشربنا في دمنا يا ناس والاكوتسنوف في الدول الخارجية والأمم المتحدة راح تسلكنا فوتوها هذي يا ناس النانين نسمع في زيتوتر ويقول لكم باليوم يخلعوا فيكم بالتدخل الخارجي يا أخوتي تدخل خارجي فيها فيها على التدخل الخارجي ما تدخلش رحوا في سوريا ما تدخلش رحوا في ليبيا ما مش يخوفوا فينا أخوتي صح ناس دول العالم هادونا هم يقابروا فينا صح طريق الوحيد اللي يعني نجينا من الفوضى هو لازم يكون كائن رائيس لازم نروحوا لانتخابات ومن بعد نكملوا هادو المطالي بتاعنا ولنكملوا التورة بتاعنا ولنكملوا وش رحنا نحبين نديرو نديروه بالصح باش يعني ما يكونش عدنا رائس وتحبوا المطالي بتاعنا تحقق هدي فوتوها هذي هذي ما تصرعش هذي رحنا رحين للفوضى هذا ما كان وراح نعطلوا قازيون للدول العظمى هذية للدول العلمانية للدول الطاغية باش تدخل روحها فينا وتوليد بزنس بينا احنا سبحان الله ما كانش واحد قدر يمد حل من غير الانتخابات راناه يعني سبحان الله هذرنا معاكم وسقصيناكم ومسألناكم ووش كاين يعني ما نديروش الانتخابات ووش كاين ووش نديرو تسكتوا ما تقدرش ما تتجاوبوا فيقوا فيقوا باللي هادو هادو الحاراك هادروا التورة المضادة عم يقودوا في هالعلمانيين لايكيين الليبراليين فيقوا يا مسلمين فيقوا انتم مسلمين المسلم وكيس ومفاطن فيقوا ما راكم تشوفوا كفش رجعوكم شغل مهابل تمشوا وتقاطعوا للناس وتسبوا في الناس وتعيروا في الناس وراحين يعني ترجعونا قاع في خاطر ترجع المؤسسة العسكرية في خاطر واحنا رانا معاكم في خاطر ولبلتو اللي قاع في خاطر هاد ناس هم يخدموا بيكم هم يطبعوا فيكم انتم من القدام انتم موقوش جيب من اخبار كي الناس راهي يعني راهي في الخافة تخدم بيكم يا سبحان الله ما فقتوش حتوليتوا في الجوة ما عدروا في الفوضى وتحبوتوا تضربوا الإيمام اتقوا الله وش رو صاري لكم ويا ناس ركوا هبلتو خلاص يا سبحان الله يعني تلموا وعقولكم وصفوكم رجعتوا راضيين حتى يعني يلقابلين بالتدخل أجنابي شتون الحقتوا هاقدة كانوا الليبيين قبلكم هاقدة وذكرهم لك نادمين كنا نقولوا زعم الليبيين ما يعرفوش القدافي ما طورهم ما قررهمش وانتم شعب الجزائرية انتم شعب عظيم وشعب المعجيزات كيف الشناس يجوا يلعبوا بكم ومحتى اللي تقابلين بالتدخل الأجنابي بتوتي ماشيني والمؤتحاد الأوروبي صحي يحبنا ولا يخمم علينا ولا يحوس علينا يا ناس احنا المؤسسة العسكرية راهي لك في حرب كبيرة مع نظام خاطير يا ناس وهذا النظام هو لو يخدم بكم ما يقومش جايبين أخبار ولوا لعقلكم ولوا لعقلكم ولوا لعقلكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهدو أننا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم